بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه لقاء اليوم عن أسئلة تجول في خواطر الصغار والكبار وكل منا يتلقاها ببيئته وثقافته وعقليته وعلمه بعضها يسبب الحيرة وبعضها يسبب الاطمئنان والأمن نحاول في هذه اللقاءات أن نتكلم عن قضية الإله من خلق الكون؟ كيف خلق الكون؟ متى خلق الكون؟ أين الله؟ ما هي صفاته؟ كل هذه الأسئلة يسأل عنها الصغير ويسأل عنها الكبير بدرجات متفاوتة لما جاء دين الإسلام بل كل الأديان بيّنت لنا أن الرب رب وأن العبد عبد وأن هناك فارق بين المخلوق والخالق الله سبحانه وتعالى والكون نحن داخل الكون كأن الكون إذا أردنا أن نرسمه نرسم دايرة إحنا جوه الدائرة دي ربنا بر الدائرة فالله شيء مختلف تماماً عن الكون الرب رب وَالْكَوْنُ كَوْنُ لا ننسى هذه الحقيقة ليس كمثله شيء يعني هو سبحانه وتعالى موجود لكن ليس ككل الوجود الدائرة فيها الكون كون واسع عجيب غريب كثير الخلق قال له الله كن فكان لأن الله على كل شيء قدير لكنه خارج هذه الدائرة ليس محصوراً داخلها مثلنا هذه الدائرة أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه على رأسها وفوقها العرش والعرش أكبر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى العرش مثل الصقف الذي فوقنا هذا تحته الجنة التي يعطيها للمؤمنين الطيبين الذين فعلوا الخير وتحته النار التي يهدد بها العصاء المفسدين الظالمين الذين قتلوا الناس والذين أخرجوه من ديارهم والذين اعتدوا على الأموال والأعراض سبحان الله الجنة باتساعها تحت العرش والنار بما فيها تحت العرش إذن العرش هذا شيء رهيب شيء كبير جدا لو جلسنا نقول كبير لم يكفي طب الدايرة دي فيها ايه فيها الزمان عندنا أرض احنا عليها هي الأرض دي بتلف حوالي الروحة كده قدام شمس فكل يوم يحصل ظاهرة اسمها الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار ونقعد نعد في الليل والنهار نعد في الليل والنهار بقينا زمن طيب قد ايه بتلف حوالي الروح روحنا ربنا ألهمنا كده ووفقنا وعلمنا علما الإنسان ما لم يعلم ان احنا نعمل الساعة اسنا اليوم طلع 24 ساعة فبقى اليوم في كم ساعة 24 ساعة بحبكوا كده وانتوا ايه متفاعلين مع الكلام فاهمينوا 24 ساعة 24 ساعة في اليوم ادي زمنة هو يبقى الدايرة دي فيها ايه زمن كل 365 يوم الارض دي بتلف بتلف حوالين الشمس في 365 يوم وربع ولذلك كل اربع سنين عندنا شهر فبراير 29 يوم زي السنة الي احنا فيها دي وكل سنة 28 يوم لان الربع يوم ربع يوم وربع يوم وربع يوم وربع يوم يبقى يوم بنحطهم كل 4 سنين لما نكون مولودين في يوم 29 يبقى عيد ميلادنا كل 4 سنين ويجي بابا وماما 28 عايزين نحتفل بأيد الميلاد ام يقول لك اصلا انت مولود في 29 في 29 29 مش بوجود اصلا زمن يبقى جوه في ساعة وفي يوم وفي سنة وفي عمر نعيش 100 سنة افرضوا الواحد مننا عاش 100 سنة وبقى عجوز كده 100 سنة بس ده كله ده اسمه ايه اسمه زمن كلنا هنبقول بس الموت ده بييجي عادة يعني غالبا بعد ما الواحد بيقضي ايا لكن ساعة تحصل حدثة ساعة يحصل مرض فيبقى الواحد صغير عنده 30 40 سنة ويموت اجل كده ربنا ايه بيتصرف في الزمن ده طيب الدايرة دي فيها ايه زمن اول حاجة الزمن ادخل البيت ابقى جوه البيت اطلع من البيت ابقى اره البيت يبقى فيه مكان فيه اشخاص انا وانتو والناس اللي قاعدة تصورنا دي والناس اللي هتشوفنا بعد كده في التلفزيون واخدين بالكم يا اولاد ايه فيبقى فيه اشخاص العالم ده فيه اشخاص وفيه احوال انا جعان انا شبعان انا تعبان انا اه مرضان انا ارفان انا مبسوط وسعدان يعني حاجة كده فيه احوال يبقى اذا العالم فيه اربع حيات الزمان والمكان والاشخاص والاحوال اربع تحفظوهم وتخليهم زي اسمكم لان هنفهم بيهم حاجات كتيرة وهتتحلي بيهم اسئلة كتيرة بعد كده ربنا فين بقى بره ربنا ما دخلش لا في الزمان ولا في المكان ولا في الاشخاص ولا في الاحوال واحد احد فرد صمد خارج الدائرة دي الدائرة دي عاملة كورة بس انا شايفها دائرة لاني ببص لها من هنا كده فهو خارج هذه الدائرة او الكورة او نقول انه خارج الكون رب العالمين فين العالمين اللي هي الكورة دي اللي فيها اشخاص احوال زمان ومكان وكل كده ده وفي الرب العالمين براها